السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة تعلم والسفيد مرحبا بكم في هذا الفيديو سنشتغل على التعبير الكتابي الموضوع هو الماء من أين يأتي الماء ما هي منافع الماء ثم كيف نحافظ على الماء إذن بداية سنبدأ بالنشاط الأول مطلوب أذكر فوائد الماء وأدعو أصدقائي وصديقاتي إلى الحفاظ عليه إذن فوائد الماء ما هي فوائد الماء في نظركم إذن طبعا فالماء له استعمالات كثيرة بحيث نجد نستعمل الماء للشرب والاستحمام والتنظيف وغسل الملابس والأواني والخضر وإعداد الطعام وسقي المزروعات والنباتات والحقول إلى غير ذلك إلى غير ذلك من الاستعمالات إذن هناك فوائد كثيرة للماء ذكرنا بعضها هنا فقط ثم لا بد أن ندعو أصدقائنا وصديقاتنا إلى المحافظة على الماء وعدم تبذيره وتضيعه وعدم تلويثه كذلك إذن هذه هي فوائد الماء الآن أعد خطوطة موضوعي إذن أولا لدينا من أين يأتي الماء الماء قد يأتي من المطر كما نلاحظ في هذه الصورة ثم أيضا كذلك قد يأتي من الثلوج ثم أيضا قد يكون مصدره هو الآبار وقد يكون مصدره هو الأنهار قد يكون مصدره هو البحار هو السدود إلى غير ذلك وهنا لدينا فقط أمثلة لمصادر الماء قلنا المطار الثلوج الآبار الأنهار إلى غير ذلك الآن ما منافع الماء أي فيما نستعمل الماء إذن بالإضافة إلى الفوائد التي ذكرناها سابقا فالماء حسب هذه الصورة فهو يستعمل للشرب كذلك كما نلاحظ في هذه الصورة هذه الطفلة تسقي بعض الأزهار إذن يستعمل في سقي النباتات وأيضا صورة هذا الطفل فهو يستعم إذن الماء من فوائده ومنافعه هي الاستحمام وأخيرا كيف نحافظ على الماء إذن لاحظوا معي حسب هذه الصورة نلاحظ طفلا يسقي أزهارا لكنه يبذر الماء وضيع أكثر من القدر اللازم لسقي هذه الزهرة إذن نحافظ على الماء بعدم تبذيره عند سقي النباتات كما يفعل هذا الطفل ثم كذلك نحافظ على الماء بعدم لاحظوا هذه الطفلة فهي ترمي الأزبال والنفايات والأوساخ في النهر أو في البحر أو في النهر إذن يمكن أن نحافظ على الماء بعدم رمي الأزبال والنفايات في الأنهار والبحار إذن ننتقل الآن لما يتعلق بالحصة الثانية صفحة 167 إذن المطلوب أكتب مسودتي أي أكتب في ورقة التسويد أحضر مسودتي اعتماداً على الخطاطة التي وضعتها في الأسبوع السابق إذن في الحصة السابقة تعرفنا أيضاً على مصدر الماء منافع الماء وأيضاً كيفية المحافظة على الماء ثم أستعمل جملاً مفيدة تناسب عناصر الخطاطة بحيث أعوض بالصور جملاً مفيدة إذن هذه الصور لاحظوا من أين يأتي الماء لدينا هذه الصور صورة المطار وهو ينزل ثم أيضاً صورة يوجد فيها السحاب الذي يتكون فيه المطار إذن سنعوض الصورتين بجملة مفيدة إذن يأتي إذن سنقول سنقول يأتي الماء من إذن هذه الصورة تدل على المطار إذن يأتي من المطار الذي يوجد إذن الذي يوجد أين يوجد في السحاب في السحاب ونكمل كما يأتينا إذن لاحظوا هذا الجبل الجبل تتساقط عليه الثلوج وهذه الثلوج تدوب بفعل ارتفاع درجة الحرارة فتتحول إلى ماء ينزل عبر روافد وجداويل إذن سنقول كما يأتينا من الثلوج في أعالي في أعالي الجبال ومن إذن لاحظوا هذا بئر إذن سنقول ومن الآبار وعندنا هذه الصورة تدل نهر ومن الآبار والأنهار إذن أعيد يأتي الماء من المطار الذي يوجد في السحاب كما يأتينا من الثلوج في أعالي الجبال ومن الآبار والأنهار إذن نمر الآن لمنافع الماء إذن لاحظوا الماء ضروري لأننا ماذا نفعل به ماذا تفعل هذه الطفلة إذن هذه الطفلة فهي تسقي الأزهار أو تسقي الورود أو النباتات إذن سنقول لأننا نستعمله في السقي سنقول السقي بشكل عام لأن السقي نسقي الأزهار نسقي الحقول نسقي الأشجار وما إلى ذلك وكما أنه إذن كما أنه لاحظوا هذا الطفل فهو يستحم إذن يستعمل للاستحمام وأيضا استعمالات أخرى للماء إذن هنا ما عندنا صور يمكننا استعمالات أخرى للماء مثلا وغسل الملابس والأواني وإعداد الطعام إلى غير ذلك إذن سنقول حول منافع الماء إذن الماء ضروري لأننا نستعمله في السقي كما أنه يستعمل للاستحمام وغسل الملابس والأواني وإعداد الطعام إذن هذا ما يتعلق بمنافع وثوائد الماء نمر الآن لكيف نحافظ على الماء إذن لاحظوا أن هذه الصور هذه الصورة سبقة وأنا رأيناها إذن طفل يسقي زهرة توجد بميزهرية أو أزهار بميزهرية ولكنه يضيع الماء لاحظوا ضيع الكثير من الماء أيضا لاحظوا هنا طفل يستحم وأيضا هنا طفل ترمي الأزبال والنفايات في ماء النهر أو البحر إذن سنقول يجب علينا أن نحافظ على الماء من إذن سنحافظ عليه من من أي شيء سنحافظ عليه من التلوث والتبذير إذن التلوث عدم رمي الأزبال والنفايات فيه والتبذير عدم استعماله بكثرة وأكثر من اللازم فلا نسرف لا نسرف أي نبالغ في استعماله ونستعمله أكثر من القدر الذي سنحتاجه في استعماله عند سقي النباتات أو عندما نستحم كما لا نلوثه برمي الأزبال والنفايات فيه إذن هذا ما تعبر عنه الصور لأنه نيف كيف نحافظ على الماء إذن قلنا أجبنا عن سؤال الأول مصادر الماء هو من أين يأتي الماء كما رأيتم كذلك منافع الماء ذكرناها أيضا ثم أخيرا ذكرنا كيف يجب علينا أن نحافظ على الماء من التلوث إذن ننتقل الآن لما يتعلق بالحصة الثالثة إذن أذكر فوائد الماء إذن سبق وأن ذكرناها ثم أيضا أراجع مسودة التي كتبتها في الأسبوع السابق إذن هي التي تعرفنا عليها قبل قليل ثم أستعين بالأمثلة لمراجعة مسودتي إذن سنستعين بهذه الأمثلة إذن من أين يأتي الماء إذن عندنا هنا ثلاث أمثلة مثلا سنقول الماء نعمة من الله نجده في المطار وفي الثلوج وفي الآبار وفي الأنهار أو نقول ما أعظم الماء إننا نجده في المطار والثلوج والآبار والأنهار أو أتعلم أن الماء يوجد في المطار والثلوج والآبار والأنهار إذن هنا سنستعمل فقط عبارة واحدة فقط إذن مثلا سنستعمل الأسلوب الأول الماء نعمة من الله إذن سنقول الماء نعمة من الله نجده في المطار إذن هذه الصورة الأولى والثلوج هذه الصورة الثانية والآبار الصورة الثالثة والأنهار الصورة الرابعة وممكن نضيفه السدود والبحار إلى غير ذلك ندير نقط الحدف ثم بعد ذلك منافع الماء إذن لاحظوا منافع الماء يستعمل للشرب للسقي للإستحمام لغسل الخضر والفواكه إلى غير ذلك إذن سنقول من منافع الماء أننا نستعمله للشرب والسقي والاستحمام وغسل الخضر والفواكه وما إلى ذلك للماء منافع عدة عدة منها أننا أيضا نقول نستعمله للشرب والسقي والاستحمام وغسل الخضر والفواكه وعند هذه اعلم أن منافع الماء كثيرة مثل نديروا نفس الشيء لقلنا سابقا إذن هنا اخترت لكم العبارة الوسطى للماء منافع عدة منها أننا إذن سنقول للماء منافع عدة منها أننا نستعمله للشرب وتنظيف الجسم والاستحمام وغسل الملابس والأواني والخضر كما يستخدم في سقي الحقول والنباتات والأشجار ثم ثالثا كيف نحافظ على الماء إذن عندنا مثلا سنقول يجب علينا جميعا أن نحافظ على الماء من التبذير أو التضييع فلا نبذره أو فلا نسرف في استعماله في سقي النباتات أو الاستحمام كما يجب أن لا نلوثه برمي الأزبال فيه أو نقول أيها الأطفال حافظ على الماء من التبذير والتلويث لأنه نق فلا نضيعه فلا نضيعه عند سقي الأزهار والنباتات والمزروعات ولا نرمي الأزبال والنفايات في الأنهار والبحار إذن هنا اخترت لكم العبارة الأخيرة إذن مثلا سنقول أيها الأطفال حافظ على الماء من التبذير والتلويث فلا نضيعه عند سقي الأزهار والنباتات والمزروعات ولا نرمي الأزبال والنفايات في الأنهار والبحار ثم الحصة الأخيرة إذن الحصة الأخيرة سنركز على تقديم الموضوع إذن أقدم موضوعي في أوراق صغيرة أو من الحجم الكبير إذن مثلا هذه الورقة التي عندي هي ورقة من الحجم الكبير ممكن أن أقدم موضوعي فيها وهذا الموضوع سنختار الأمثلة السابقة إما سنختار الأسلوب الأول أو الثاني أو الثالث وأيضا في الحديث عن منافع الماء سنختار هذا الأسلوب أو هذا ثم أيضا في الحديث عن كيفية المحافظة على الماء سنختار الأسلوب الأول أو الأسلوب الثاني إذن سنعيد قراءة أو تقديم الموضوع بشكل كما قدمناه قبل قليل إذن سنقول الماء نعمة من الله نجده في المطر والثلوج والآبار والأنهار والسدود والبحار إذن هذه الفقرة الأولى الفقرة الثانية للماء منافع عدة منها أننا نستعمله للشرب وتنظيف الجسم والاستحمام وغسل الملابس والأواني والخضاري كما يستخدم في سقي الحقول والنباتات والأشجار أيها الأطفال حافظ على الماء من التبذير والتلويث فلا نضيعه عند سقي الأزهار والنباتات والمزروعات ولا نرمي الأزبال والنفايات في الأنهار والبحار إذن وعند الكتابة نحرص على وضع علامات الترقيم كما وضعناها هنا في النص أيضا على وضوح الخط أيضا ووضوح الفقرات وما إلى ذلك إذن هذا كل ما يتعلق بهذا الموضوع أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء بإذن الله